السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفيان فيديو اليوم هو الفيديو التاسع من دورة شاشة سامسونج سامسونج مونيتور واسمار طبعا سيكون ملخصا للجزء الأول من الدورة أي شاشة المونيتور 19 فولت والـ 220 سنأخذ المثال على شاشة 19 إذن شاشة 19 تعمل على أدابتر 19 فولت وطبعا أعلى جود سيكون على هذا النوع من البوردات سيكون هو 19 وهو موجه إلى دائرة من الدوائر دائرة الإضاءة أولا ثم دائرة الصوت ثانية هذه الدوائر تتغدى على أعلى الجهود الموجودة على البوردات بعدها يأتي مصار التاراتوبية حيث تمر الجهود عبر المنظم رقم 1 ثم المنظم رقم 2 وبعد الأحيان المنظم رقم 3 ثم تتوجه إلى دائرة الضطا عبر الإبروم والمعالج بالتالي فدائرة الصوت ودائرة الإضاءة هي دوائر تعمل على 19 فولت لكنها تكون في وضع الأوف عندما تكون الشاشة في وضع الستوند باي يعني دائرتين تعمل على أعلى الجهود هي دائما أوف لماذا؟ لأن الشاشة في وضع الستوند باي ولا نحتاج لا إضاءة ولا صوت في هذا الوضع واضح لكن دوائر تاراتوبية الخاصة بالجهود التي تقودنا إلى دائرة الضطا فيجب أن تعمل بشكل عادي جدا عكس الدوائر التي نحتاجها في وضع الأون مثل الإضاءة والصوت لأننا لا نحتاج لا إضاءة ولا صوت في حال كانت شاشة ستوند باي لكن نحتاج إلى أن نتعمل دائرة الضطا وحساس الروموت كونترول واللد الأحمر يعني دائرة الثلاثوبية التي تعمل في الشاشة تبدأ من جهد التسعة عشر في حالة كانت لدينا البوردة تعمل بأدابتر وتبدأ من التلاثة عشر في حالة كانت لدينا بوردة تعمل بطور سبلاي يعني في حالتنا نحن فهي تبدأ من التسعة عشر التسعة عشر هو الجهد الأساسي أو الأولي في الشاشة لا يمكن أن يكون أكثر أو أقل لأن الأدابتر تسعة عشر بوردة أحيانا يمكن أن تعمل حتى على الخمسة عشر لكن في الترتوبي المنطقي الخاصة بهذا النوع من الشاشات فالانطلاق دائما ستكون تسعة عشر ونقيس نحن أيضا بتسعة عشر على الملتومتر لكن الجهد الثاني أو الجهد الذي يأتي تانيا بعد التسعة عشر يجب أن يكون اثنى عشر أو تلاتة عشر كأبعد قد لماذا؟ لأن الجهد الثاني في الترتوبيه هو خاص بتغذية دوائر مثل الفيسي سي تيكون والفيسي سي تيكون أو تيكون الشاشة يعمل على إثنى عشر يعني فولتاج نومينال هو إثنى عشر فولت بالتالي فحتى الثلاثة عشر أو الثلاثة عشر ونسب إلى الأربعة عشر يبقى مقبولا لكن إذا كان رقم أعلى فالموضوع سيخرج عن السيطرة وقد تتفحم بعد القطاع بالنسبة للجهد الثالث أو الترتوبيه الثالثة في عملية النزول بالجهد فستكون عبارة عن 5 فولت 5 فولت هي دائرة الثالث الأولية بمعنى توفى على الخمسة فولت بعد الخمسة فولت نقوم هي الأخرى تقسمها إلى جهود أصغر واضح يعني أن الترتوبية تكون 19-12回去 حشة إذا كان هناك مشكل في دائرة 19 لن تظهر الجهود في الato 12 و الخمسة إذا كان مشكل في العfendim عشر تظهر الجهود في الato 14 ولا تظهر في الخمسة وإذا كان مشكل في الخمسة تظهر 19 تظهر 12 وتختفي الخمسة هذا في حال ما وجدنا المشاكل في التراتوبية وهذه أشياء سبقة وشرحتها في الفيديوهات السابقة من الدورة يعني نحن الآن فقط في ملخص شامل لكل النقاط الأساسية التي قد نكون غفلنا عنها في شرح من الشروحات السابقة وفي الشرح القديم إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى شروحات تفصيلية لدوائر السمارت إذن كما يبهر في الشاشة وفي الرسم فالجهد الأولي هو 19 يغدي لنا البوابة يعني بوابة بتمانئة طرف ويغدي لنا المنظم رقم واحد المنظم رقم واحد هو الآخر ينتج لي جهد الاثنى عشر والاثنى عشر يعطيني أيضا جهود أقل منه في التراتوبية خمسة ثم ثلاثة ثم الواحد فصيلة ثم أو الواحد فصيلة واحد أو الواحد فصيلة خمسة كل الجهود هي خضية للتراتوبية لكن المصار الوحيد هو مصار الاثنى عشر بالتالي فإذا كانت شاشة قاطعة داتا فقبل أن أفحص ثلاثة فولت أو ما هو أقل يجب أن أجد أولا الاثنى عشر إذا غاد جهود الاثنى عشر فهذا يعني أن المنظم رقم واحد في الشاشة تالف بالتالي فيجب أن نصلحه أو نقوم على الأقل بتعويضه بدائرة خارجية باثنى عشر أمول كما سنرى في هذا الشرح لطريقة التعويض مثلا ثلاثة فصيلة ثلاثة للوصول إلى نتيجة ما واضح يعني دوائر تكون موصولة بالبوابة يعني لا تكون موصولة بالجهد كما تلاحظون هنا توجد البوابتين يعني لدينا البوابة الثانية خاصة بالغيت يعني بالغيت تيكون ولدينا الريجولاتور رقم اثنين الريجولاتور رقم اثنين هي المنظم رقم اثنين المسؤول عن توفير جهد أقل من الاثنى عشر يعني المنظم رقم واحد يستلم جهد تسعة عشر يعطينا اثنى عشر منظم رقم اثنين يستلم اثنى عشر يعطينا ما هو أقل من اثنى عشر بعض الأحيان يعطينا التمانية فولت خاصة ببعض أنواع إيسيهات الصوت في بعض الأحيان لكن أغلى الوقت فهو ينتج لي الخمسة والخمسة نقوم بتقسيمها هي الأخرى ونقوم أيضا باستخراج منها الجهود الأقل لتغذية دوائر وأحيانا نجد منظم واحد يعطيني جهدين مثلا يأخذ الاثنى عشر ويعطيني الخمسة والثالثة في نفس الوقت يعني هناك تلاتوية ملزمة ملزمة في جميع البوردات لكن طريقة الحصول عليها ليس واحدا أبدا بالنسبة لدائرة الخمسة فهي تغدي في هذه البوردة على سبيل المثال تغدي لي خمس دوائر يعني دائرة الخمسة والث ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن القصر في إحدى هذه الخمس ستتسبب لي في فصل جهد الخمسة والث يعني قصر في أي دائرة من هذه الدوائر الخمس أوتوماتيكيا ستتسبب لي في اختفاء جهد الخمسة والث واختفاء جهد الخمسة والث أوتوماتيكيا سيجعل الشاشة تفصيل وإذا فصلت الشاشة فيجب علي أن أفحص 19 ثم أفحاص 12 ثم أفحاص الخمسة عندما أفحاص الخمسة سأجد مثلا عليها قصر قصر في مصار الخمسة يعني أن إحدى الخمس قطع بها مشكل عندها يجب علي أن إما أن أنزع أصغرها أو أسهلها أو يجب علي أن أقطع المصار أقطع يعني أقطع ذلك المصار النحاسي الذي يغدي الذي يجمع إيسيهات الخمسة حتى أفصل بينها وأعرف أين بقي القصر أهل هو في هذا الإسي أو دك أو دك واضح هذا فيما يخص دائرة الخمسة بولد بعد دائرة الخمسة بولد نجد مباشرة دائرة 3.3 وهي في نفس الوقت دائرة الداتا دائرة الداتا تتكون من معالج وإبروم وفلاشا هذه الدائرة تتغدى على 3.3 وهي أيضا يمكن أن تكون قصر يمكن أن تكون بها مشكل عادي جدا مثلها مثل جميع الدوائر وهي الأخرى قد تسبب لي أيضا يعني مشكل في قصر على مستوى 3.3 قصر على مستوى 3.3 قد يكون سهلا أي قصر في مكتف سيراميكي أو قصر في يعني دائرة تانوية مثل التونر أو كذا وفي نفس الوقت ممكن أن يكون مشكلا معقدا في بعض الحالات في بعض الحالات يكون المشكل عبارة عن ضعف في الجهد كيف ذلك؟ المضوع بسيط أحيانا نستعمل أدابتر بأمبير ضعيف يعني أمبير أضعف من اللازم هذا الأمبير ضعيف يسبب لي مشكل ألا وهو فشل في الإقلاع يعني الجهاز يصبح غير قادر عن الإقلاع لماذا؟ لأن الأمبير لا يسمح الأمبير لا يسمح بأن يغدي التاراتوية ولا أن يغدي لي يعني الدائرة المولية مثلا يغدي 19 فعلان يغدي 12 فعلان يغدي 5 يغدي 3 لكن بأمبير صغير لدرجة أن الدائرة لا تستطيع الانتقال من وضع الستون دباي إلى وضع الان على سبيل المثال إذا كان لدي ضعف على مستوى الثلاثة فصيلة ثلاثة يعني إذا كان لدي جهة الثلاثة فصيلة ثلاثة ضعيف فكتجربة كتجربة قد أخذ مصار خارجي للثلاثة فصيلة ثلاثة وأقوم بوضعه مباشرة في طرف الإمبروم وأقوم بتجرب عادي جدا طريقة بسيطة يجربها الفني والهاوي والمحترف والكل يجربها في حالة ما كان الأمبير أو مصدر الأمبير ضعيف وأحيانا تكون إذا كانت عبارة عن شاشة تعمل لـ 220 فالمشكلة هنا يكون من مكتفات يعني ضعف مكتف أو انتفاخ مكتف يسبب لي فشل الإقلاع أو يسبب لي لد أحمر أو لد أحمر يومد واضح يعني التالتوبيا الصغيرة تبدأ بالخمسة فورت خمسة فورت ثلاثة فاصلة ثلاثة بعدها غالبا سنجد واحد فاصلة ثمانية المسؤول عن تغذية الرامات هي الأخرى تعمل في وضع الأون واضح لكن في وضع الأوف أي مع اللد الأحمر قد يكون الجهاز فاشلا يعني غير قادر على انتهى تلك الجهود الصغيرة أو إعطاء أوامر لجهود الصغيرة كيف يحدث ذلك؟ أحيانا تقف الشاشة على اللد أحمر تقف الشاشة على اللد أحمر ويكون المشكل هارد يكون المشكل هارد كيف ذلك؟ هو أن الجهد يكون ضعيف فإذا أخذنا على سبيل المثال CPU أو المعالج الخاص بالشاشة سنقوم بشرحه بطريقة مبسطة CPU نقسم إلى جزئين جزء صغير يسمى الستوند باي أو الستيبي وجزء كبير يسمى الأون يعني الستيبي هو الذي يعمل مع اللد الأحمر والأون هو الذي يعمل عندما تظهر الشاشة أو يظهر شيء هذا الستيبي يغدى على 3.3 إذا كانت 3.3 يعني بأمبير مناسب فهي تكون قادرة على تغذية جزء الأون الذي يظهر بالأزرق وبالتالي تقليل الشاشة أما إذا كان الأمبير ضعيف جدا في الستيبي فهي لا تستطيع الإقلاء بدائرة الأون بالتالي فالجهاز يبقى أوف أو يدخل في وضع الروستارت أو في الكليونت واضح وهنا لتفادي هذا المشكل أو لتجربة يعني لتجربة شيء آخر كل ما عليك هو حقد 3.3 مباشرة في طرف الأيبرو وفي حالة أخرى يكون المشكل مشكل صوفت في حال كان الصوفت كل ما عليك هو أن تقوم بتمرير صوفت جديد فأوتوماتيكيا يعني يحل معك المشكل في حالة ما كان الصوفت أذكر في حال ما كان الصوفت فحتى وإن مررت 3.3 خارجيا فلا يحدث أي تغيير واضح لذلك ففي بعض الأحيان يكون مشكل صوفت كل ما عليك هو تحديث الجهاز عبر مبرمجة وإن شاء الله تعالى يحل معك المشكل بطريقة بسيطة للغاية إذن هذا كان فقط تذكير بسيط ببعض النقاط وبعض المعلومات الخاصة بشاشة سامسونج كما سابق وذكرت العادية المائتين ووار كذلك 19 وإلى أن نلتقي أنا محبا دمتو في رعاية الله وأحب